اشتركوا في القناة وتطويرها في مختلف المجالات بالاضافة الى اخر المستجدات والتطورات الاقليمية والدولية وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المفدى لدى وصوله كبار المسؤولين في الحكومة الفرنسية وسفير مملكة البحرين في الجمهورية الفرنسية وعضاء السفارة البحرينية في العاصمة الفرنسية باريس وتفضل جلالة الملك المفدى لدى وصوله بالتصريح التالي يسرنا في البداية أن نعرب عن خالص شكرنا لفخامة الرئيس إمانويل ماكرون لدعوته الكريمة لنا لزيارة هذا البلد الصديق صاحب التاريخ العريق والتراث الإنساني والحضاري المميز والثقافة الغنية والتنوع الثري والذي يكون له بلادي كل المحبة والتقدير والاحترام ويفتخر بما يجمعه من علاقات قوية مع شعبها الصديق الذي يعد من أكثر الشعوب تميزا بالذوق الرفيع وروح الإبداع والتسامح والمحبة والتعايش وهذه الخصائص والقيم الرفيعة من أهم النقاط المشتركة بين بلدينا فنحن نعتز كثيرا بعمق العلاقات الاستراتيجية مع الجمهورية الفرنسية وحارصون على جعل هذه العلاقات أكثر قوة فالعلاقات بيننا تشهد تطورا مستمرا يزداد عاما بعد آخر لتمثل نموذجا متميزا للعلاقات الثنائية بين الدول يحتذا به في كافة المجالات حيث تقوم على أسس الاحترام المتبادل والتعاون والمصالح المشتركة وتستند لتاريخ مشترك سياسيا واقتصاديا وثقافيا ما يعزز ثقتنا وتطلعنا إلى مزيد من التعاون لتظل هذه العلاقات في حالتنا ماء وازدهار على مختلف الأصعدة وإن زيارتنا للجمهورية الفرنسية ولقاءنا فخامة إيمان ويل مكرون لهي فرصة للمضي قدما بالمسار المتميز والأفق المتطور الذي تسير فيه العلاقات بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية وما يشهده التعاون المشترك من تطور ورقي على المستويات كافة إضافة إلى تبادل الرؤى حول كل ما يهمنا ويشغلنا من أمور تتعلق بمستقبل المنطقة وأفضل السبل التصدي للتحديات والمخاطر الراهنة وخاصة أنها تتعدى بتداعياتها الخطيرة دول المنطقة إلى العالم بأسره علاقة تاريخية متينة وضعت لبنتها الأولى بين دبلوماسيين البلدين عام 1972 لتنطلق نحو تشكيل نموذج مثالي في العلاقات الدولية المتميزة والتي امتدت عبر عشرات السنين لتشمل مجالات التعاون كافة استطاعت العلاقات البحرينية الفرنسية الوصول إلى مستوى متقدم من التعاون والتنسيق حيث تعكس الزيارات المستمرة بين قيادتي ومسؤولي البلدين مدى متانة هذه العلاقة والتي يتجاوز عمرها أربعة عقود من الزمان كما ساعدت هذه الزيارات المتبادلة على تأسيس قاعدة صلبة من التفاهم والتعاون المثمر بين البلدين إذ يحرص البلدان على التعاون المستمر من خلال الزيارات والاتصالات المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم هذا التعاون والتنسيق المستمر وفر مناخا أفضل للارتقاء بما يجمع البلدين من تعاون وشراكة قوية على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي تكتسب الزيارة التي يجريها جلالة الملك المفدة إلى فرنسا أهمية خاصة بالنظر إلى مكانة البلدين ودورهما الفاعل إقليميا ودوليا حيث تتبوأ الجمهورية الفرنسية مكانة مهمة على الساحة الدولية وتطالع بدور مهم في مختلف القضايا العالمية كما أن البحرين تحتل أهمية حيوية في استتاب الأمن والاستقرار نظرا لموقعها الاستراتيجي في الخليج العربي وموقفها الدائم لدعم أمن واستقرار المنطقة وفي ظل هذه المكانة الدولية التي يتمتع بها كل البلدين تلتقي السياسة البحرينية مع نظيرتها الفرنسية إزاء الكثير من القضايا الحيوية الإقليمية والدولية تأتي الزيارة الرسمية التي يجريها جلالة الملك المفدة حفظه الله إلى جمهورية فرنسا لتعكس مدى التقدم والتطور بين البلدين ولفتح آفاق أكثر رحابة لتطوير العلاقات الثنائية في ضوء توفر الكثير من الفرص والعوامل التي تشكل قوة دفع لهذه العلاقات ومن أهمها الإرادة السياسية المشتركة والرغبة الجادة في تقوية العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين